اشتركوا في القناة لكن الولايات المتحدة ستبقي على شراكتها الراسخة مع المملكة العربية السعودية ومسؤول في الخارجية الامريكية الطلع على تقييم الـ CIA يصرح لشبكة ABC بأن تورط ولي العهد السعودي في اغتيال خاشقجي واضح بشكل صارخ ورويترز تقول إن عشرات الأمراء بالعائلة المالكة السعودية يناقشون احتمال تولي الأمير أحمد بن عبد العزيز العرش خلفا للملك سلمان والجبير يقول إن المساس بالملك وولي عهده خط أحمر وتركيا زعيم حزب الحركة القومية يقول إن الدائرة تضيق على ولي العهد السعودي وإن طرق الهرب والخلاص أغلقت أمامه وفي إطار الردود الفعل الدولية لندن تدرس مع الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الرياض إذا ثبت تورتها بقتل خاشقجي وباريس تقول إنها ستقرر قريبا فرض عقوبات على أفراد لهم صلة بالجريمة وهل تدفع ضغوط متزايدة من ابن سلمان للتضحية برأس أقرب مساعدي ما المصير المحتمل لوزير الذباب الإلكتروني سعود القحطاني سعود القحطاني تضعه مجلة نيوزويك على رأس قائمة من أربعة مقربين من ابن سلمان يمكنه إعدامهم إنقاذا لنفسه أكد الرئيس الأمريكي أن أجهزة المخابرات الأمريكية تواصل تقييم المعلومات بشأن مقتل خاشقجي وقد يكون من الوارد جدا أن ولي العهد السعودي كان لديه علم بهذا الحادث المأسوي وربما لا وقال ترامب إنه رغم مقتل خاشقجي الولايات المتحدة الأمريكية ستبقي على شراكتها الراسخة مع المملكة العربية السعودية لضمان مصالح أمريكا وإسرائيل وجميع الشركاء في المنطقة مؤكدا أن إلغاء أمريكا العقود الدفاعية مع السعودية سيفيد روسيا والصين على حد تعبيره في حين نقلت شبكة ABC الأمريكية عن مسؤول في الخارجية الأمريكية قوله إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي وقال المسؤول الذي اطلع على تقييم وكالة الاستخبارات المركزية إن ضلوع بن سلمان في اغتيال خاشقجي واضح بشكل صارخ وأضاف أن هناك إجماعا على أن القيادة السعودية متورطة وأكد المسؤول أن التقرير الاستخباري يستند إلى اعتراض مكالمات هاتفية بما فيها الاتصالات بين فريق الاغتيال ومساعدين لمحمد بن سلمان كما أكد أن العلاقة بين أعضاء فريق القتل وولي العهد من بين الأدلة المذكورة في التقرير ولمتابعة آخر تطورات ملف اغتيال خاشقجي على الساحة الأمريكية ينضم إلينا عبر الأخمار الصناعية من واشنطن الزميل عمر حسن مراسل الجزيرة مباشر عمر ما الجديد الذي لديك في ضوء التطورات التي خرجت عن البيت الأبيض أهلا وسلم بك أحمد التطورات متلاحقة على مدار الساعة قبل لحظات قليلة قبل تقائق في الواقع تابعنا بيان البيت الأبيض الذي يمكن بسهولة وبداية الأمر استنتاج أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد سهم بالفعل في صياغته يبدو ذلك واضحا من أسلوب الصياغة الغير معتاد على مثل هذه الصحفية علامات التعجب أسلوب الكتابة كل هذا يعبر بأن دونالد ترامب سهم بالفعل في صياغة هذا البيان هذه هي النقطة الأولى النقطة التالية هو أنه موجه إلى الكونغرس الأمريكي وبعنوان واضح يستخدم أسلوب الفزاعة بشكل واضح سواء بدأ هذا البيان بالترهيب من إيران الحوثيين حزب الله وإلى غيرها من المسميات التي دوما ما يتم استخدامها داخل الأوساط الأمريكية بأسلوب بسيط وهو أسلوب الفزاعة حتى يبرر ما يليه هذه هي النقطة النقطة التالية في الواقع في هذا البيان الذي تابعناه قبل لحظات قليلة وهو الإشارة إلى الاستفادة من العلاقات الثنائية بين البلدين وذلك بصورة بدت للكثيرين من المتابعين بأنها صورة فجأة حينما يأتي الذكر على شركات قطاع خاص هي التي تقوم بتمويل هذه الصفقات صفقات الأسلحة وفي الواقع يجدر الإشارة هنا بأن معظم هذه النقاط تم تداولها بالرد عليها في افتتاحية واشنطن بوست التي تابعناها منذ مساء اليوم وتم تعديلها صباح اليوم هذه الافتتاحية التي تناولت بشكل مفصل المزاعم التي تقول بأن بن سلمان ممثلا للمملكة العربية السعودية هو وكيل الولايات المتحدة الأمريكية في حربها ضد إيران تناولت هذه الافتتاحية كل النقاط التي جاءت في البيان أو معظمها على الأقل فيما يخص الحرب على اليمن حزب الله وإلى غيرها من المناطق وقالت بشكل واضح بأن بن سلمان لم يقم بالدور الواجب عليه في حماية هذه المصالح الأمريكية من أيضا النقاط التي تم ذكرها في هذا البيان الذي تابعناه قبل قليل وهي سياسة النأي بالذات اتهم دونالد ترامب من قبل كثيرين من ضمنهم النائب الجمهوري راند بول بأنه ربما يذعن لهذه المطالب السعودية هو يقول بشكل واضح الجانب السعودي اتهم جمال خاشقجي بأنه معارض بأنه ينتمي لجماعة الأخوان المسلمين وكأن هاتين تهمتين في حد ذاتهما لكن على كل حال هو قال بأن هاتين التهمتين في الواقع لم يرضخ لهما ولم ينصت لهما وهو اعترف بأن هذه جريمة شنعاء ثم اختتم هذا البيان بالقول بأنه ربما محمد بن سلمان كان على علم ربما لا سوف نستمر في متابعة هذا المشهد المآخذ الرئيسية أو ربما النقاط الرئيسية التي نأخذها من هذا البيان هو أن ضغوط الكونغرس كانت من الصوت العالي بدرجة إلى حيث توجه لهم الرئيس الأمريكي بهذا الخطاب الذي يبدو فيه بشكل واضح استعمال علامات التعجب الفزاعة وما إلى آخر ذلك من أن هذا الصوت لابد أن يتم تهدئته لاستعادة الأوضاع التي قال عنها ترامب ميرانا وتكرارا بأنها علاقات استراتيجية وحيوية لكل البلدين عمر لعل هناك حالة من اللبس في فهم ما ذكره دونالد ترامب في بيانه منذ قليل عندما قال أن ربما أن ولي العهد السعودي كان على علم بمقتل خاشقجي وربما لا ما الذي يفهم يفهم أن هذه خطوة للأمام في اتجاه اتهام محمد بن سلمان أم على العكس هي خطوة للوراء سؤال مهم جدا أحمد في الواقع هي يفهم عدة نقاط النقطة الأولى هو أنه لم يشر إلى تقرير السياي وبالتالي لم يثبت أو ينفي هذا التقرير هذا التقرير الذي سربته واشنطن بوست وقالت فيه صراحة بأن محمد بن سلمان هو من وجه هذه العملية وبالتالي تفادي هذه الإشارة هي نوع من أنواع تبرئة ساحة محمد بن سلمان ولكن هو ترك الجواب مفتوحا على حد ما تبعه محللون هنا حتى يمكن القول بأنه الجواب غير قاطع وهناك مزيد من التحقيقات ولكن على الأقل في الوقت الرهن فرضنا عقوبات الجانب السعودي سلم بعض الأسماء وبالتالي هناك تنسيق وهناك محاسبة تتم لكن هو ما يزال يريد أن يحتفظ بيد عليا في هذا الموقف حتى يعيد صياغة هذا المشهد وفق ما يتسنى له بضغوط من الكونغرس إذا استمر هذا الكونغرس أو أعضاؤه سواء جمهوري أو ديمقراطي كما تابعنا على مدار الأيام التالية في ممارسة الضغوط على الجناح التنفيذي أو أن الأوضاع ستهدأ بعد هذا البيان وهو ما لا نتوقعه لأنه في الواقع معظم النقاط التي جاءت في هذا البيان كان قد تم الرد عليها سابقا سواء من قبل نواب في مجلس الشيوخ جمهوريون أو ديمقراطيون نعم عمر مما جاء في هذا البيان كما أطلعتنا أنت عليه منذ قليل ما ذكر في سياق من المحتمل هكذا يقول البيان ألا نتمكن أبدا من معرفة جميع الحقائق المتعلقة بمقتل خاشقجي ما الذي يفهم من هذه العبارة عمر؟ هي عبارة مفهمة وتترك هذه العبارات تحديدا مبهمة ومفتوحة الجانب وذلك سماحا لعدم تأويل أو لعدم إعادة ربما القول بأن هذا البيان كان على خلاف الواقع وهذا ما تبعناه من الجانب السعودي هنا ترامب يحاول بقدر الإمكان أن يتلافى الخطأ الذي تم من الجانب السعودي بالقول بأنه وعلى سبيل المثال تأكدنا حسب تقارير وكالات الأمن القومية أو الاستخباراتي بأن على سبيل المثال محمد بن سلمان ليس له يد ثم تثبت التقارير عكس ذلك هو بهذا الموقف يترك الإجابة مفتوحة يترك مجالات للتكاهنات أو ربما لتقارير مستقبلية ولكن مع العلم بأنه وفقا لما صدر عن واشنطن بوست بما يخص تقرير هذا التقرير خالص خالص إلى أن محمد بن سلمان هو من وجه هذه العملية وهنا تجدر الإشارة بأن ترامب قال سابقا بأن جهاز الـ CIA بقيادة جينا هاسبل التي تولى هو بنفسه ترشيحها ودعمها مرارا وتكرارا هو جهاز على قدر كبير جدا من الثقة وعلى قدر كبير جدا من الاحترام لدى الإدارة الأمريكية ولكن نجدد التذكير بأنه لم يتطرق مطلقا لهذا التقرير سواء نفيا أو إثباتا وهذا في حد ذاته محل للتعرض بالشكوك والتأويل أيضا مما ذكر في التقرير عمر أنه قال سأتخذ خطوات بشأن مسألة قتل خاشقجي لكن في إطار المصالح الأمنية للولايات المتحدة الأمريكية وحتى أيضا إسرائيل والكونجرس لا هو الحق أن يتخذ مسارا آخر يبدو أنه من هذا الكلام غير متناغم مع الصوت العالي للكونجرس في هذه القضية عمر بشكل واضح في الواقع وربما أقرأ هنا تغريدة لتوم مالينوفيسكي وهو أحد النواب نائب عن ولاية نيوجرسي نائب منتخب في الواقع قال فيها بشكل واضح إذا تم تفادي الرؤوس العلية في النظام السعودي التي قامت بتوجيه هذه العقوبة والاكتفاء بالمنفذين فإننا ننتقس من قدر هذا الرد رد الفعل الأمريكي وقال أيضا لماذا نعاقب المنفذين فحسب دون من قام بتوجيه هذه الاتهامات هذا من الجانب الديمقراطي من الجانب الجمهوري راند بول وصف هذا الموقف بالضعف كان طبعا هذا الوصف سابقا للبيان لكن هو قال بأنه إذا اكتفت الإدارة الأمريكية بالعقوبات على بعض المنفذين وهو يقول أن بعض من هؤلاء المنفذين بالفعل في السجون فماذا استفادت الحكومة الأمريكية من معاقبة من هم أيضا من هم في الأصل مسجونون والاكتفاء بالمنفذين وهو يفسر ذلك بأنه تخاذل من قبل الإدارة الأمريكية ولذلك لا يمكن أن يفهم بأن هذا البيان على الأقل على أقل التقديرات سوف يسكت هذه الأصوات خصوصا إذا ما فهمنا ذلك في ضمن تصريحات أعضاء مجلس الشيوخ بأن هذه القضية ستتسع لتصل أيضا إلى الحرب على اليمن وأيضا فتح استجوابات في هذا المجال والمطالبة بعلى الأقل تعليق تصدير الأسلحة للمملكة العربية السعودية وهو ما تطرق إليه أيضا ترامب في هذا البيان وما تم الإجابة عنه سلفا من قبل هؤلاء النواب تعتقد عمر من خلال متابعتك ما القادم في هذه القضية ردود الأفعال سواء من قبل أعضاء الكونجرس الأمريكي أو من قبل الصحافة الأمريكية عن ما جاء في بيان ترامب منذ قليل أحمد الأمر تجاوز مسألة الأوساط السياسية الجناح التشريعي أو الجناح التنفيذي الأمر وصل إلى الإعلام المحلي وهنا نذكر متابعين بأن القضايا الدولية لا تشغل عادة حيزا كبيرا من التغطيات الخبرية الأمريكية ولكن على مستوى الإعلام المحلي وصل اسم خاشقجي وصل اسم محمد بن سلمان ويتم تداوله في البرامج الصباحية ذائعة الصيد وكذلك البرامج المسائية وهناك أسئلة كثيرة مطروحة حول لماذا يتم تفادي اسم من قام بتوجيه هؤلاء المنفذين إذا كان الكل يعلم وفقا حتى لتقرير السياي بأن الآمر النهي في المملكة العربية السعودية هو محمد بن سلمان إذن لماذا يتم تلافي هذا الاسم هل حفاظا على هذه العلاقات طيب الواشنطن بوست قالت بأن هذه العلاقات لا يتم المحافظة عليها بشكل كامل بل بالعكس يتم اتهام الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال في ملف اليمن وبالتالي يمكن أن يفهم هنا بأنه سوف يتم الرد على هذا البيان من قبل نواب على الأقل وفقا لتوقعاتنا بأن هناك ردود كثيرة سوف تأتي سواء من الجانب الجمهوري أو الجانب الديمقراطي طبعا لا يفوتنا بأن هذه الحملة لا تقتصر فقط على خاشقجي أو اليمن هذه فرصة رأى فيها اليمين المسيحي المتطرف تحديدا في كثير من الأوساط فرصة لاتهام المملكة العربية السعودية بتمويل الإرهاب بدعم التطرف سواء في المناهج الدراسية أو حتى في المناطق المختلفة في باكستان وأفغانستان تحدث عن ذلك رانبول وتحدث أيضا عنه تقرير لشبكة NBC صباحا هذا اليوم فيما يتعلق بهذه المناهج أمر حسن مرسل الجزيرة مباشر كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية مباشرة من واشنطن أشكرك شكرا جزيلا ونذهب سريعا لأيرلندا تحديدا من دبلن ومعنا من هناك عبر سكايب الناشط السعودي عبدالعزيز المؤيد سيد عبدالعزيز أرحب بك معنا إذن الرئيس الأمريكي يقول أن ولي العهد السعودي ربما كان على علم بمقتل خاشقجي وربما لا كيف نقرأ سياق هذا التصريح تحديدا من قبل ترامب هل هو خطوة للأمام في اتجاه اتهام محمد بن سلمان أم على العكس خطوة للوراء طبعا تصريح السيد ترامب لا يعني هو محاولة لحماية محمد بن سلمان يبدو أن الأدلة التي تشير إلى محمد بن سلمان قوية جدا من المحزن أن نرى المملكة العربية السعودية مادة للحوار في مجلس الشيوخ والكونغرس الأمريكي حول قتل مواطن سعودي المحمد بن سلمان أهانى هذا الوطن والمعارضة تطرح حل منطقي لا بد من حل هذا الوطن حتى لو حلت أزمة جمال حتى لو استطاع تفادي هذه الأزمة هو لو تفادها سيكون أكثر شدة على الوطن وعلى المعارضين بمعنى يحاول ترامب ومحمد بن سلمان أن يتجاوزوا هذه الأزمة لكن الحقيقة أن الأزمة في سعودية كبيرة ليست فقط قضية جمال حتى لو لا يأمر بقتل جمال هو في مشكلة قضية اليمن تكفي قضية قطر تكفي قضية كندا تكفي كل هذه القضايا مجتمعة جعلت من السعودية بلد معتدي نحن سنكون مثل كوريا الشمالية خلال سنوات قليلة لم تكفي محمد بن سلمان فمحاولة ترامب لتمديد أو لإبعاد محمد بن سلمان عن هذه الأزمة هي ليس لمصحة وطننا وواضح ترامب في هذا الموضوع هي مسألة علاقات تجارية بين السعودية ومحمد بن سلمان مستعدة أن يعطي من العقود التجارية ما يريد ترامب وبالتالي هل تعتقد أن هذه المماطلة من قبل ترامب كفيلة بحماية محمد بن سلمان وإبقائه كولي للعهد ثم بعد ذلك حتى كملك للسعودية أم لا طبعا هذا يبدو للخط السعودي أو هذا الخط السعودي هو مقتنع بذلك يعني الوزير الجبير يقول الملك وولي العهد خط أحمر بمعنى أنهم فوق المحاسبة يعني هذا الأشخاص الرسالة التي يحملها الجبير لنا لأن هذه رسالة عنصرية رسالة تميز بين المواطنين تجعل هؤلاء الأثنان في مكان لا يمكن محاسبتهم يعني المدرسة السلفية في السعودية تعيب على إخواننا الشيعة أن لديهم أئمة أثناء عشر معصومين وهؤلاء الخطاب الرسمي يجعل الملك وولي العهد معصومين يقول أنهم خط أحمر بالرغم من أن هناك تحقيقات لم تنتهي قد تنتهي تحقيقات أن ولي العهد مدان تحقيقات سعودية النائب العام والجبير لا يستطيعون أن يصرحون لأن صريحهم يعتبر انقلاب في مشكلة حقيقية في الملكية المطلقة هم يتصورون الآن أنهم بدفع الموضوع عماما قليل نعم سيهدأ الموضوع فهذا الخطاب الرسمي والمحمد بن سلمان الآن يريد أن يحضر قمة فيها رؤساء وقد يكون فيها أردغان والخطاب الرسمي السعودي خلاص يعني يقول قضينا الثمنتعشر شخص وقضينا عن مشكلة بأن محمد سلمان عاد يعيد جهاز الاستخبارات تنظيمه وأيضا تلميحات أنه قطر وتركيا مرتبطين والأخوان وكلام شوية كلام فاضي ما يليق يعني حتى باللحظة وهذا عبد العزيز يبقى معي ينضم إلينا الآن من واشنطن إدوارد جوزيف أستاذ الدراسات الدولية في جامعة جون هوبكنز سيد جوزيف رحبك معنا كيف قرأت بيان ترامب خصوصا في النقطة الخاصة بمقتل خاشقجي وربما كان ولي العهد على علم أو لا كيف نفهم على الأقل هذا التصريح هذا التصريح ليس مفاجئا أبدا لدينا مؤشرات عديدة على أن البيت الأبيض قد حدد أولوية العلاقة مع السعودية وخلال هذه القضية منذ مقتل سيد خاشقجي في الثاني من أكتوبر فإن الولايات المتحدة أظهرت مؤشرات لقبول الرواية السعودية للأحداث ونحن نرى الآن أن هناك تنازلا قام به الرئيس ترامب بقوله أنه قد يكون محمد بن سلمان له علم مسبق بما حدث وهو كانه يقول ربما فعلها وربما لم يفعلها ورئيس ترامب مستمر في تجنب القيام بالاستنتاجات التي قمت بها وكالة الاستخبارات وأعضاء الكونغرس والحلفاء قاموا بها حول مسؤولية محمد بن سلمان عن مقتل خاشقجي والرئيس ترامب مستمر في إعطاء الأولوية للعلاقات مع السعودية وقد أوضح اليوم أنه بالرغم من هذه الجريمة الفضيعة فإنه يستبعد أن السياسة الأمريكية لن تبتعد عما فعلته الآن إلى حد الآن شكرا إلى أي مدى سيد إدوارد سيستطيع ترامب حماية ولي العهد السعودي خصوصا بعد تقرير السياسي الذي يتحدث ويشير إلى أن ولي العهد هو الذي أمر بتنفيذ عملية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في نظامنا رئيس المتحدة هو في قمة الحكومة يعني أن وكالة الاستخبار تعمل لرئيس ترامب وهو يؤمن بأن ولي العهد محمد سلمان حتى رغم هذه النتيجة التي وصل إليها السياسي فإنه لا يقبل ذلك وقد أوضح اليوم في تصريح إن إيران تظل هي العدو الأول أو الخصم الأول للولايات المتحدة في الشرق الأوسط ونسا المملكة العربية السعودية هي الركيز الأولى في التصدي لتحديات إيران وقد كرر ذلك أن الاستثمارات السعودية الكبيرة في الولايات المتحدة بشراء الأسلحة أنها تبرر هذه السياسة التي تبناها وقد أكد أيضا أنه حتى إذا قام تحرك الكونغرس فإنه سيقبل التوصيات إذا كانت تتماشى مع العلاقات الجيدة بين الولايات المتحدة والسعودية إذن ما يقوله هو استمرار الخط الذي تبناه أو تبناه البيت الأبيض بإعطاء الأولوية للعلاقة مع الرياض على مساءلة من المسؤول عن هذه الجريمة أفهم من كلامك أن ترامب أغلق هذا الملف وأن محمد بن سلمان أصبح بعيد عن أي عقوبات أمريكية حقيقية أو أي تأثير على موقعك ولي عهد المملكة العربية السعودية سيد إدوارد التصريح الرئيس يترك الباب مفتوحا لإمكانية خطوات أخرى قال إنه سوف يستمع إلى التوصيات من الكونغرس لكنه يؤكد أن هذه التوصيات وهذه الخطوات ستكون متماشية مع العلاقة مع السعودية وما يقوله إذن هو أن نقريبون للحدود حدود الأعمال التي يمكن أن نتخذها ضد السعودية وذلك يشير إلى أن ولي العهد سوف يظل في منصبه الحالي نقطة أخرى سيد إدوارد فيما يخص البيان الأخير لترامب هل تعتقد أن الكونغرس الصحافة الأمريكية وسائل الأعلام الأمريكية قادرة على دفع ترامب لأن يغير من وجهة نظره فيما يخص ولي العهد السعودي أم لا هناك سؤالا الأول هو هل أن الكونغرس والإعلام الأمريكي سوف يستمر في الضغط على الرئيس ترامب والسؤال الثاني هو هل أن الرئيس ترامب سوف يخضع لهذه الضغوط في رأيي أن الكونغرس والإعلام سوف يستمران في المطالبة بالمسائلة والمحاسبة عن هذه الجريمة وسوف يشير إلى استنتاجات السياي أو وكالة الاستخبارات وأن يكون ربما هناك تحقيق إضافي أو أدلة دامغة على أن محمد بن سلمان وأعتقد أن الضغط سوف يستمر من الكونغرس وكذلك من الإعلام على الرئيس ترامب وفي الوقت نفسه لقد رأينا مؤشرات قليلة جدا على أن ترامب مستعد لأن يخضع لهذه الضغوط لأن الثمن السياسي قد يزيد ولكن ليس هناك مؤشرات على أن البيت الأبيض سوف تخضع تماما لهذه الضغوط ويغير سياسته وهناك سفير جديد في السعودية هو الجنرال أبو زيد الذي تم تعيينه من قبل الرئيس ترامب ليت توجه إلى الرياض وعندما يصل إلى هناك من الممكن أن يكون له محادثات مع الملك سلمان ومع محمد بن سلمان حول الوضع وربما من خلال سفير أبو زيد قد نرى بعض تحركات في الرياض لكن في الوقت الحاضر ليس هناك أي مؤشر أن البيت الأبيض سوف يتجاوز موقفه الحالية بكثير حول السعودية سيد إدوارد ابقى معي سعودي لك بالتأكيد مرة أخرى لكن ينظم إلينا الآن عبر الأخمار الصناعية من إسطنبول الكاتب المحلل سيد كاتب رحبك معنا لعلك استمعت بالتأكيد إلى بيان البيت الأبيض وترامب في أن ربما يكون محمد بن سلمان على علم بمقتل خاشقجي وربما لها كيف قرأت هذا التصريح مساء الخير تحياتي لك والسادة المشاهدين وللضيوفك بداية واضح تماما أن ترامب يعني هو يريد أن يخاطر إلى أقصى مدى وهو يهوى المخاطرة هو يحمل عقلية الرجل الأعمال يحمل عقلية التاجر الذي يراهن دائما على الكسب وبالتالي الكسب الكبير وبالتالي يتحمل مخاطرة كبيرة عكس الدبلوماسيين السابقين وبالتالي أتوقع بأنه هو الآن سيدخل مخاطرة كبيرة ربما تكلفه الولاية الثانية أو ربما تكلفه الانتخابات القادمة وهذا ليس بالشيء تماما أن الترامب ليس لديه البديل الجاهز ليحل محل محمد بن سلمان هو استثمر فيه كثيرا الاستثمارات الكثيرة وبقوة في محمد بن سلمان مواحد من ناحية الصفقات الأسلحة ورأينا ذلك فورا بعد انتخابه مباشرة زيارته للرياض كانت أول زيارة وصفقة ب450 مليار حجم الصفقة الإجمالية ولكن ربما بدأت ب110 النقطة الثانية بأن محمد بن سلمان يشكل حجر ارتكاز رئيسي في السياسة الخارجية الأمريكية في الشغل الأوسط وتحديدا في ملفي إيران وملفي السلام مع إسرائيل والسلام الإسرائيلي الفلسطيني لذلك الترامب هو الآن يدغدغ المشاعر الرأي العام المحلي في أمريكا من ناحية ما سماها بأنه هو يفضل المصالح الوطنية أو يضحي من أجل المصالح القومية هي ليست مصالح قومية ولا شيء هو استمرار دعم للوبي اليهودي الذي دهي مصلحة في أن يكون هناك استثمار لمحمد بن سلمان ولكن أيضا على الجميع أن يعلم بأن أمريكا هي ليست مركز العدل والقضاء العالمي الذي دائما هو صاحب الضمير الحي هي عبارة عن جولات أنا برأيي أنه سيكون هناك عقوبات على السعودية سيدفع ثمنها الشعب السعودي وستكون الهدف منها هو إضعاف السعودية ويبقى محمد بن سلمان هو ضابط الإيقاع المايسترو الذي سيسير الأمور لصالح أمريكا وإسرائيل هذا واحد هناك كما أشار ضيفك أتفق بهذه الرؤية الرأي العام العالمي ليس فقط في أمريكا لن يترك هذا الأمر هناك دغوطات من أيضا الكونغرس لن يكون ممنونا من هذه السياسة إذا كانت وزاة الخارجية التي تتبع ترامب نفسها عندما يصرح مسؤول كبير في وزاة الخارجية بهذه العبارة وهذه الترجمة دقيقة عندما يقول واضح تماما أن ولي العهد هو الذي أمر بقتل خاشقجي مسؤول كبير في وزاة الخارجية الأمريكية ناهيك عن تقرير السياقية هذا يدل على أن هناك سيكون شرخ كبير وربما نسمع عن استقالات كثيرة ربما نسمع عن ضغوطات أكبر ولكن هذا لن ينقذ محمد بن سلمان في هذا الموضوع الدائرة تضيق عليه يعني لا يوجد هناك أي رواية مقنعة بعد هذه المرحلة يعني عندما يكون هناك تأكيدات وتسجيلات وأدلة وسنرى ذلك اتباعا يعني هذه ليست نهاية المطاف سيكون هناك ما يؤيد تورط محمد بن سلمان بشكل مباشر وأتوقع أن ترامب هو يجازف بكل حياة السياسية من أجل من استثمر به وهذا لن يعطيه فائدة طويلة المدى ابقى معي سيد يوسف سيد إدوارد يعني لعلى البعض يسأل لماذا كل هذا التشبث من قبل ترامب بولي العهد السعودي الرجل تتم الإشارة إليه بأنه قاتل بأنه معطوه حتى كما قال السيناتور الجمهوري لينزي جرهام لماذا كل هذا التمسك به من وجهة نظرك من قبل ترامب ليس هناك غموض حول السبب الذي يدفع ترامب إلى التمسك بمحمد بن سلمان أولاً هو استثمر الكثير في العلاقة معه وثانياً هو يفهم أن هناك صموداً أو معارضة أن يقوم الملك سلمان بأي تغيير وهذا ما يتم تأويله في المنطقة كمؤشر على الضعف والرئيس ترامب يرى السعودية على أنها ركيزة في التصدي لإيران وعزلها المشكلة هو أن الرئيس ترامب لا يفهم أن ولي العهد محمد بن سلمان قد لحق سمعته أو أصبحت سمعته سيئة جداً في علاقته مع الولايات المتحدة وفي قدرته على تنفيذ سياسات تكون في مصلحة الولايات المتحدة إذن الرئيس ترامب يعتقد أنه ليس لديه خيارات وأنه قد استثمر استثمرات كبيرة وأن عليه أن يستمر في تلك استثمرات لكنه لا يفهم وكثيرين آخرين هنا في واشنطن يفهمون أن محمد بن سلمان هو بكل بساطة غير قادر على أن يكون حليفاً فاعلاً وزعيماً فاعلاً على الأقل في السياسة الخارجية الأمريكية إبقى معي سيد إدوار سيد المؤيد دعني أذهب معك لما نشر بالأمس في رويترز من أن هناك تحرك من قبل أعضاء داخل الأسرة الحاكمة السعودية ضد محمد بن سلمان وعدم استكمال الطريق للوصول إلى عرش المملكة العربية السعودية ويكون البديل في هذه الحالة الأمير أحمد بن عبد العزيز إلى أي مدى من الممكن أن يكون هذا الكلام حقيقي وقعي خلينا نكون واضحين السيد ترامب ومن حوله من بعض المنتفعين والأسرة المالكة في السعودية هؤلاء السياسيين أغنياء جداً لا ينظرون للمواطن السعودي يعني اليوم سيد ترامب يتكلم صراحة أنه نحن أداة لإحتواء إيران ونحن أموالنا مهمة للنفط ولا أهمية للمواطن السعودي هذا ينطبق على حال الأسرة الحاكمة للأسف فنحن أنا شخصياً لا أرجو الكثير منهم ولكن هناك غريزة البقاء فالأمير أحمد بن عبد العزيز إن كان لديه العقل الكافي ليحفظ ملك هذا الوطن سيقوم بالتدخل لأن الأزمة أكبر من أزمة جمال ولأنه لو استطعنا أن نضغط لأن ترامب حليفهم لننظر إلى أوروبا لننظر إلى الدول الأخرى التي ضميرها أعلى قليلاً من ترامب أقل فراغماتية قليلاً من أمريكا بدأت تفصل علاقاتها بهذا النظام اقتصاد السعودية ليس أكبر من اقتصاد فلوريدا فنحن لازم ننتبه لازم نعرف أن الجماعة الأمرا التي في الداخل أنا أتصور إذا أمريكا رغبت نعم سيكون هناك تغير محمد بن سلمان ليس له شرعية وسلمان بن عبد العزيز ليس له شرعية إلا من الأمريكان بالتأكيد ليست من الشعب السعودي فلو أعطوا الضوء الأخضر لأحمد بن عبد العزيز واجتمع حوله عدد كافي من الأمراء بسهولة أن يتم هذا التغيير لكن أنت تعتقد أن هناك فعلا تحركا حقيقيا كما جاء في ريترز بالأمس من قبل أمراء سعودي ضد محمد بن سلمان أم أن هناك مبالغة أو تهويل في هذا الكلام يعني أنا سمعت من عدة مصادر أن هناك رغبة من شخصيات متعددة داخل الأسرة في تولي أحمد بن عبد العزيز لكن لم أسمع من مصدر إلى الآن ينقل لي رغبته الشخصية في ذلك لنكن صريحين هذه الأسرة لا خير فيها لهذا الوطن بكل أمانة يعني لم يكن فهد أحسن حالا من سلمان مثلا هو الوضع نفسه لكن هل سيكون الحل من داخل الأسرة أنا لا أتصور ذلك لا أتصور أنهم يقدمون الحل لكن قد تكون تكلفة ما يحدث أكبر من أن يتحمل وجود محمد بن سلمان ولا نعرف قد يأتي من هو أسوأ من محمد بن سلمان يعني لا بد التحرك إن كان ليكون له قيمة قد يحدث وهو تغيير يعني هؤلاء ليس لهم أهمية كبيرة لو تغيروا يمكن تغيرهم هم ليس لهم إصداقية كبيرة في الشارع هم ليس لهم أهمية إلا بحلفائهم فإنت خلى حلفائهم عنهم سقطوا طيب سيد كاتب أولو هل ترضى تركيا الآن بهذا الموقف الأمريكي من حماية لولي العهد محمد بن سلمان خصوصا بعد الإشارات سواء حتى داخل تركيا أو خارجها بأن الرجل هو مسؤول مسؤولية مباشرة عن مقتل جمال خاشقجي يا سيدي القضية هي ليست قضية هي ليست تشخيص هذه الجريمة النكراء الجريمة البشعة ضد أشخاص معينين تركيا لا تكون العداء لأحد لا في الأسرة المالكة ولا للسعودية كدولة المشكلة أن هذه جريمة حدثت يعني هناك جريمة تمت على الأراضي التركية وحدثت في القنصلية التي تعتبر هي منطقة حكومية تتبع الدولة السعودية وبالتالي كل الأعراف وكل القوانين في العالم كله تقول وتنص على أن رئيس الهرم السياسي هو يتحمل هذه المسؤولية بغض النظر هو الذي أمر أم لم يأمر شارك أم لم يشارك علم أم لم يعلم يعني استغرب يعني لو كانت هذه الجريمة في اليابان لا انتحر وزير الخارجية ورئيس الوزراء وربما الإمبراطور أيضا يعني هذه فضيحة كبرى يعني يتم استدراج مواطن ويتم خمقه وتعذيبه وقتله وتقطيعه وإذابته بالأسيد ومنزلنا نتناقش كيف وربما يكون هو وربما لا يكون هو يا سيدي إذا هو على رأس الهرم السياسي فيجب أن يحاسب أيضا يعني بغض النظر أنه هو تورط أم لم يتورط أو أنه الذي أمر أم لم يأمر أليس هالفريق الذي قام بتنفيذ هذه العملية وهم يقولون بأنه اعترفوا بذلك أليس هم من يتبعونه يعني أليس من مكتبه الخاص يعني لما يكون يعني طب أسأل سؤال آخر ثمانة عشر شخصا هؤلاء كلهم من قرار أنفسهم يعني أخذوا القرار يعني ما في ولا واحد من هؤلاء الذين يتبعوا محمد بن سلمان قال لهذا رئيس خريطة الإعدام يعني لا يمكن أن نوافق على هذا العمل إلا نسأل أميرنا أو نسأل ولي أمرنا يعني مع الأسف أصبحت يعني لا قيمة لهذه النقاشات يعني أصبحت مهزلة بكل معنى لكن سيد كاتب أغلو عفوا للمقاطعة لكن لم ترد على سؤالي ما الواجب على تركيا الآن على السلطات التركية إذا كان هناك ما يؤكد على فرضية أنا محمد بن سلمان مسؤول عن قتل جمال خاشغجي ما الواجب عليكم الآن هل يجب أن يعني تفصحوا عن ما لديكم بشكل علني حتى يعرف الرأي العام ما الذي حدث أنا كنت سأكمل هذه العبارة كنت سأكمل وبالتالي تركيا فقدت المصداقية في أي بيانات سعودية في هذا الخصوص أمريكا واضح أنها تستخدم هذا الموضوع الأغراض السياسية هي ليس همها الأساسي هو إحقاق الحق أو القانون أو الانتقام لخاشغجي طبعا لا أساس الآن واضح أن الإدارة الأمريكية أتكلم عن الإدارة الأمريكية تحديدا أنها قامت بتسييس هذه القضية وبالتالي هي تنظرها إلى أرقام وأصفار ومصالح ودولارات وبالتالي هذا أيضا لا يرد تركيا وبالتالي واضح تماما بأن القضاء التركي والقانون سيكون له دور أساسي بعد هذه المرحلة وأتوقع بأن تركيا وقالها وتشوش أورو بأننا سنذهب إلى تدوير هذه الأزمة والطلب بمحكمة جنايات دولية تقوم بتحقيق مستقل وفق الأدلة الموجودة ووفق الثبوتيات ووفق تقرير المدعي العام التركي من إسطنبول وستطلب المحكمة الدولية استجواب كل الذين متهم بهم بشكل محايد أتوقع هل سترضى السعودي بذلك لن ترضى لأن هؤلاء إما سيذهبوا إلى المشنقة وإما سيقروا بأن الذي أعطى الأوامر محمد بن سلمان وبالتالي السعودية والطرف السعودي هم حريصون على إنهاء هذا الملف بأسرع وقت ترتيب الاغتيالات أو ترتيب ما يسمى بين قوسين الإعدامات وإلساق التهم الذي ألساق بخمس أشخاص وتبرئة المستشار والمساعدة للمخابرات العامة ويغلق الملف وتنتهي القضية وهذا التركي لن ترضى عنه تركيا قالت السياسة التركية تقول بحرف الواحد دين في أعناقنا لن يتم السكوت عن إعلان الحقيقة لأن هذه الحقيقة هي ليست فقط لخاشقجي هذه ضمان لكل الأبرياء وكل الصحفيين ولتركيا أيضا ولسمعة تركيا أيضا وبالتالي للمعلومية الهدف الرئيسي ليس خاشقجي كانت أيضا تركيا وبالتالي تركيا حريص على إظهار الحقيقة مهما كانت تكلفتها ابقى معي سيد أغلو سيد إدوارد دعني أسألك من زاوية المصالح الأمريكية هل بقاء محمد بن سلمان بعد كل ما أثير حوله فيما يخص مقتل خاشقجي هو في صالح أمريكا في صالح يعني في إطار يعني في النهاية سيكون جيد للمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط أم لا في رأي الشخص الأهم وهو ترامب فأن محمد بن سلمان هو في مصلحة السياسة الأمريكية بالرغم أنه من الواضح أن هذا ليس هو الوضع حاليا ما نعرفه من الرئيس ترامب ومن تصريحاته هو أنه يرى علاقة مباشرة بين الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة بما في ذلك مشتريات الأسلحة التي تفوق 100 مليار دولار وموقف الأمريكي محمد بن سلمان من الواضح أن الرئيس ترامب يعتقد أنه إذا عقبت الولايات المتحدة الولايات المتحدة فأن السعوديين سوف يتراجعون عن اتفاقيتهم ويذهبون إلى روسيا والصين وقد قال ذلك بصراحة في أحد تصريحاته وذلك أحد العوامل التي تدفعه تدفع الرئيس ترامب إلى الاستمرار في هذه السياسة ومن السوء الحظ هو لا يفهم أن من خلال ما قالته السي اي اي أن محمد بن سلمان أمر بهذه الجريمة لا يمكنه أن يكون الشريك الذي تريده وتحتاجه الولايات المتحدة في مساعيها للتصدي للسياسة الإيرانية والأنشطة السياسية الإيرانية في الشرق الأوسط والولايات المتحدة إلى أن تجد آلية للتخلص من محمد بن سلمان ولتجد آلية لتحاسبه وتسائله على أعماله فإن الولايات المتحدة سوف تعاني لأن السعوديين لن يكون الشريك الذي تحتاجه الولايات المتحدة وقد يكون مؤمن المحتمل أن الرئيس ترامب يجعل السعوديين ينتجون البترول بالحجم الذي يريده لكن كشريك خارجي فأن ولي العهد بن سلمان ليس في هذا الوضع بسبب الجريمة التي أمر بها ولا يمكنه أن يكون الشريك الذي تريده وتحتاجه الولايات المتحدة سيد عبد العزيز المؤيد يعني خالد الفالح وزير الطاقة السعودي تحدث اليوم على أن محمد بن سلمان سيخرج في زيارات خارجية لعلها ستكون الإمارات ومصر والبحرين ثم سيتوجه بعد ذلك حتى إلى قمة العشرين الشهر القادم في الأرجنتين هل تعتقد أن هذه التحركات تأتي محاولة لكسر هذه العزلة التي يحاول أن يفرض البعض على ولي العهد محمد بن سلمان أم ماذا؟ وهل ستنجح هذه التحركات في يعني إعطاء صورة مغيرة عن ولي العهد السعودية عن موقفه الآن؟ هي متسقة مع الرواية السعودية التي من أول يوم بعد الاعتراف للجريمة أعطت مكافأة لمحمد بن سلمان منصب إعادة ترتيب جهاز المخابرات والأجهزة الأمنية بطريقة وبأخرى الرواية تقول أن محمد بن سلمان غير مسؤول وأن العام اللي يسير في السعودية كالعادة بدون أي مشاكل فأتصور هذا جزء من هذا الخطاب أو جزء بالرغم من نصف السنة اللي فاتت لم يحضر هو وأبوه لكن هذه السنة يبدو لي أنه يحضر لأنه من المهم أني يشير للعالم أني أنا موجود وحاضر وأنه لا تستثنوني وأن أي حل لا يتضمن إخراجي من المعادلة بمعنى أن السعودية مرتبطة به شخصيا وأي حل تريدون أن تعملوه لهذه القضية لابد أن يضمن سلامتي لكن فكرة الذهاب للإمارات لمصر للبحرين ما المخصود منها من وجهة نظرك طبعا الحلفاء التقليديين زيارتهم يعني في الفترة الأخيرة متعددة الزيارات مفهوم مع الأزمة أن تكون بداية الزيارات لهذه الأشخاص رأينا بعض الدبلوماسيين البريطانيين يحضرون للرياض فبالتأكيد محمد بن سلمان يريد أن يظهر في المشهد ويتجاوز مرحلة جمال يتجاوز قصة جمال نعم سيد كاتب أغلو يعني إذا ذهب بالفعل محمد بن سلمان إلى الأرجنتين في قمة العشرين وبالتالي سيكون طبيعي أن يكون هناك الرئيس أردغان تعتقد ماذا سيكون موقف أردغان إذا وجد بجواره الأمير محمد بن سلمان وهو الذي تشير له أصابع الاتهام بمسؤولياته عن مقتل خاشقجي على الأراضي التركية يعني طبعا يجب دائما التمييز بين ما يحصل الآن من تحقيق قضاء تركيا مهتمة به إلى أبعد الحدود وبين النتائج وبين السياسات الخارجية تركيا كسياسة خارجية هي عضو في الجي تونتي والسعودية أيضا عضو في الجي تونتي ولكن لا أتوقع أن يكون هناك لقاء بين أردوان وبين محمد بن سلمان كمعرفتي القريبة أو على الأقل معرفتي بطبيعة كيفية تفكير السياسة التركية الخارجية فهي لن تكون على وفاق أو لن ترضى أن تجامل من تحوم حوله الشبهات بشكل كبير جدا والملف ما زال مفتوحا ولن يكون هناك أي تقارب سياسي تملقي في هذه المرحلة أتوقع أنه لن يكون ذلك عكس تماما ما قام به محمد بن سلمان عندما تملق وقال بأن لن يستطيع أحد أن يؤثر على علاقاتنا مع تركيا طالما كان هو ووالده وأردوان في هذه الصورة وواضح تماما بأنه هو نفسه قال قبل عدة شهور بأن كل من قطر وإيران وتركيا هي محور الشر عندما زر مصر ثم تراجع تم التراجع عن هذا التصريح من قبل السفير السعودي في أنقرة وقال فهم خطأ لذلك تركيا هي ليست بحاجة إلى لقاءات أو عدم لقاءات تركيا قضائيا وجنائيا هي يهمها إنهاء هذا الملف وإظهار الحقيقة وستظهر الحقيقة سيد كاتب أغلو لضيق الوقت لدي سؤال أخير وأرجو إجابة مختصرة عن تصريحات زعيم حزب الحركة القومية في تركيا سيد دولة بهشلي الذي قال أن الدائرة تضييق على ولي العهد السعودي وأن طرق الهرب والخلاص أغلقت أمامه بشكل نهائي هل هذا التصريح معبر عن تركيا وليس فقط زعيم حزب الحركة القومية أم ماذا من وجهة نظرك يا سيدي ليس فقط معبر عن تركيا أتوقع أنه معبر عن كل شخص يبحث عن الحرية نعم هو معبر عن تركيا الشارع التركي كله يغلي يرى بأن كيف يتم الاستهتار بحقوق إنسان ارتقبت فيه أفضع الجرائم وكيف يتم الآن محاولة يعني تبرئة الرأس الهرم الذي هو مسؤول في النهاية لن أقول متهم حتى تثبت الإدانة بأدنة دامغة ولكنه هذا لن يعفيه بأي مسؤولية وكيف يتم التلاعب وتسيس الموضوع لصفقات هنا وهناك وتركيا وليس فقط الحكومة الشعب التركي والشعوب الأخرى أتوقع الكل يطالب بقوة أن يتم محاكمة المسؤولين عن ذلك ومن أعطى الأوامر وهذا حق طبيعي لكل إنسان يبحث عن الحقيقة يوسف كاتب أغلو المحلل السياسي التركي كنت معي عبر الأقمار لصناعية من أسطنبول أشكرك شكرا جزيلا وسؤال الأخير لسيد إدوارد جوزيف ضيفي من واشنطن تطورات هذا الموضوع موضوع جمال خاشقجي وتغير مزاج ترامب ماذا تتوقع خلال الفترة القليلة القادمة سيد إدوارد أتوقع من البيت الأبيض أن يحاول تقديم قرار الرئيس ترامب في أفضل طريقة والتركيز على أن العقوبات التي فرضت على سبعة عشر سعوديا قد مشاهدين الكرام عفوان سيد إدوارد دعونا نتحول الآن إلى المؤتمر للخارجية الأمريكية ترجمة نتحدث تحب الأميران. إنتال مغلومي للالدين حز Analytics 1120 وهامراناً بهذه الطريقة. تحب الأميران بلائان احطان الاختابة من المغلومات العمليات لا تقوم ب أن تحب الأميران لجميع العلمات لتحب الأميران لعرض الطاقة فقط تحب الأميران المخلوات من المشروع الجنال وآتقرين عرزاتنا منните الطاقة وغيراناً بمثالات المفاوطة أتحب أحمق الالدين الذي يخطط الخطة تماماً أنه تحب الأميران المترجم للقناة عدنا من رحلة إلى أفغانستان والإمارات وقطر وتوقف في وذلك لمحاولة إيجاد حل سلمي بين الحكومة الأفغانية وطالبان وخلال اللقاءات أكد على أن الأفغانيين ينبغي أن يكون لهم كلمة وأن ألوية المتحدة سوف تعمل مع جميع الأطراف في إطار تحقيق أو إنجاح عملية السلام في أفغانستان كما ينبغي أن ننسق من أجل تحقيق المصالح المشتركة وكان هناك نقاشات اليوم مع كوريا الشمالية أخيراً خرجت من اجتماع مع وزير الخارجية التركي وقد استعرضنا العلاقات الثنائية وقررنا أن نجد قنوات جديدة لدراسة والتعامل مع عدة مجالات كما ناقشنا قضية خاشقجي وأيضاً عن الوضع في سوريا ويمكنني الإجابة عن بعض الأسئلة الآن من الأمور التي قالها الرئيس هو مبلغ 110 مليار دولار ولكن ما حصل إلى حد أكتوبر هو 14 مليار فقط بعض العقود الدفاع في مجال الدفاع معقدة وتحتاج الكثير من المفاوضات لا يمكنني أن أقول لك متى ستتم هذه العمليات والمفاوضات لكن هناك التزام من السعودية لشراء الأسلحة الأمريكية وسيتم ذلك على أساس تصريح الرئيس فإن العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية تتأثر بمقتر خاشقجي وكيف سيتم التعامل بين هل يمكن التميز بين المملكة وبين ولي العهد الشرق الأوسط بشكل خاص هناك مصالح أمريكية للمحافظة على أمن وحماية الأمريكيين ليس فقط الأمريكيين الذين هنا في المملكة المتحدة لكن الذين يسافرون ويعيشون هناك ومن واجب الولايات المتحدة ومجربي الرئيس ووزارة الخارجية أن تسعى إلى حماية مصالح الأمريكيين وقال الرئيس اليوم أننا سوف نستمر في أن يكون لنا علاقات مع المملكة العربية السعودية ومع شعبها والأمر واضح وهذا التزام طويل الأمد وحيوي تماماً للأمن القومي الأمريكي استمرار أن نهتم بالأمريكيين في جميع القرارات الاستراتيجية التي نتخذها في أنحاء العالم بالنسبة لإيران هل أن أجندة الولايات المتحدة أن تضع المصالح الاقتصادية أمام حقوق الإنسان أخذ سؤالك الثاني أولاً حول الأمريكيين المسجونين في إيران نحن نعمل بشكل يومي لكي نعيد كل مواطن أمريكي محتجز أو مسجون في أي مكان في العالم وهؤلاء الذين يحتجزهم النظام الإيراني نحن نسعى إلى استعادتهم وكما أوضح الرئيس ترامب لن ندفع ثمناً لذلك لكننا مستعدون للعمل مع كل من يمكنهم أن يقدم لنا الدعم من أجل ذلك السؤال الآخر يجيب عنه ما قمنا به لقد كان هناك جهد الكبير في الوصول إلى الوقاعة التي آدت إلى مقتل جمال خجقلي وقد استخدمت موارد أمريكية كبيرة من أجل الوصول إلى الحقيقة وردت الولايات المتحدة وصلتت عقوبات 17 سعودياً تم تسلط عقوباتنا عليها ونحن ملتزمون بأننا نضع الأمن القومي الأمريكي وجميع ما يتم حتى يستمر الأمريكيون ويكون العالم بشكل أفضل وكذلك الشرق الأوسط أردت أن أسأل ما هي الرسالة التي وجهها الرئيس حول جهود كوريا الجنوبية في العمل على نزل الأسلحة الكيميائية أعتقد أن هناك تنسيقاً كاملاً بيننا وبين كوريا الجنوبية ونحن نشكلنا فريقاً مشتركاً ونعمل على أن نتخذ إجراءات دون أن يعلم بها الطرف الآخر وهذا هو هدف مجموعة العمل التي يقودها ستيفن بيغن من جانبنا ونحن نريد أن نضمن أن السلامة في شبه الجزيرة الكورية لا يظل أن يسير بالتوازي مع التقدم في مجال نزل الأسلحة إذن هما عمليتان ونريد أن يسير بالتوازي نقد ذكرت حول تصريح ترامب أن هذا الأمر قد انتهى فيما يتعلق بالوثيقة الصوتية لا يمكن أن أعلق على مساء الاستخباراتية هناك وقائع ما تزال تظهر وأنا حتى لو كان هناك ثبتة كنا واضحين في طريقة تعاملنا مع البيانات التي حصلنا عليها وعندما يكون لدينا المعلومات الكافية سوف نحمي الأمن القومي الأمريكي كان هذا مؤتمر صحفي لوزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو تطرق فيه بشكل مختصر إلى قضية مقتل الخاشغجي وقال استخدمت موارد أمريكية كبيرة للوصول إلى الحقيقة وقمنا بفرض عقوبات على المشتبه به السبعة عشر وأكد على العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين المملكة العربية السعودية في حين رفض التعليق على التسريبات الـ CIA والتي تشير إلى مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن مقتل خاشغجي سيد عبد العزيز المؤيد يبدو أن بومبيو كان متحفظا إلى حد كبير في الحديث على مسألة مقتل خاشغجي ولم يتحدث حتى عن ما جاء في بيان دونالد ترامب بما رأيك؟ طبعا لا تحفو في الحديث على العلاقة الاستراتيجية يعني للأسف الأمريكان ما زالوا ينظرون لنا أو هذه الإدارة تنظر لنا كأننا صفقات سلاح فأنت ترى السؤال عن جمال ثم السؤال كم تم توقيع من الصفقات كم دفع لكم السعوديين والموضوع هذا كمواطن سعودي محزن جدا أن يكون وطننا في هذا المكان أن يكون شراءنا للسلاح ليس مرتبط بحاجة وطننا لهذا السلاح ولكن مرتبط كما يصرح منبي وكما يصرح ترامب مرتبط بأننا نقع في جرائم فلابد أن نبرر بقاء حكام فاسدين بهذه الأموال نعم السيد عبدالعزيز المؤيد كنت معي عبر سكايب من إيرلندا أشكرك شكرا جزيلا للمعارض السعودي مشاهدين الكرام هذه التغطية مستمرة بعد الفاصل يلتقيكم زميلي مصطفى عشور واستكمال لهذه التغطية ومقتل جمال خاشق جيب قوم عنه اشتركوا في القناة